في نينواء تظاهر عدد من أسرى حرب الخليج الثانية أمام دائرة شؤون المحاربين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مطالبين من الحكومة انصفهم وطالب الأسرى القدامة بتنفيذ الأمر الديواني رقم 107 لعام 2019 مبينين أن هذا الأمر أنصفهم لكنه لم ينفذ مطالبين وزارة الدفاع بتنفيذ الأمر الديواني ومساواتهم بأسرى الحرب العراقية الإيرانية احنا جماعة أسرى حرب الخليج الثانية فاليوم احنا صارنا من 6.291 إلى حد الآن ما حصلنا من حقوق مادتنا فجد حكومة الموجودة بعد الاحتلال من 2003 إلى حد الآن ما حصلنا شيء فصدر بينا قرار الأمر الديواني موجود 107 مادة 12 وموجود مادة القرار عندنا مثل الأيس الوزراء فأريد منه من الحكومة من حكومة رئيس وزراء مصطفى الكاظمي أنه يروج معاملاتنا ويصدر بينا الأمر الديواني فأريد حقوقنا كأسرى حان حال الأسرى موجودين الأسرى حرب الإيران فأريد من عندهم أنه يروجون معاملاتنا حتى نرشي معاملات ما نتسويها ونأخذ حقوقنا نحن شريحة أسرى عددنا تقريبا ما يقارب 10 ألافي داعش ألف واحد البينة الجريح البينة المحوّق ويحن من 61 أحنا دافعنا عن هذا البلد وصدر بينا الأمر الديواني 107 وتاريخ 23 عشرة 2019 أنا راجعت بنفسي شؤون المحاربين من شان يمت الجامعة قالوا يا با تجون تراجعون بعد عشر تيام جدت كورونا ولغ القرار ترجمة نانسي قنقر